كذلك التقى نائب مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي برئيس جمهورية جبوت الشقيقة إسماعيل عمر جيلة وناقش اللقاء لأثار السلبية التي أحدثتها لانقلاب الحوث باليمن وتدمير لأهم أثار الحضارة في المنطقة قدمة للأجندة والمشروع الإيراني وأشاد مجلي بالمواقف الجبوتية الداعمة لليمن واليمنيين في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يشهدها اليمن كما أشاد بالتنسيق الأمني المستمر مع الجهات اليمنية والدولية في الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية والمخدرات إلى الحوثي وأكد رئيس جمهورية جبوت دعم مساندة جبوت لليمن في سبيل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي ودعم الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن ترجمة نانسي قنقر